أهلا بكم مجددا معكم نوريس عليم دون تعلم معناه وفي هذا الفيديو سنتعلم معا حول المزيد حول إضافة يوست السيو وسنذهب إلى سيو في الشريط الجانبي وسيرتش أبيرانس وثم سنذهب إلى بريد كرامز فما هذا الخيار وما فائدته بالنسبة للسيو؟ بكل بساطة بريد كرامز يمكن أن تجد تجربتها في بعض المواقع فتاة الخبز وفي بعض المواقع ستجدها أثر التعقب فتخيل الموضوع كالتالي أنت تأكل مثلا قطعة من الخبز وتترك فتاة وراءه كلما تسير خطوة فتترك فتاة معين على الطريق وبالتالي إذا أردت أن ترجع بنفس المكان الذي كنت فيه فيمكنك تتبع أثر الخبز أو أثر فتاة الخبز ونفس الموضوع بالنسبة للموقع الإلكتروني أو موقع الويب فأنت مثلا تقوم بزيارة صفحة وتريد مثلا أرجع إلى صفحة أخرى كنت فيها أو تريد أن ترجع إلى الخلف أو تريد أن ترجع إلى نقطة معينة فهناك سيكون أثر تعقب معين خيارات معينة يمكنك من خلالها أن نقر عليها والذهب أينما تريد كما أنت تقوم بتتبع فتاة الخبز لكي تذهب إلى مكان معين فهذه فكرة هذه الكلمة بريد كرامز فما فائدتها بالنسبة للسيو فائدتها بكل وساطة عندما يقوم الشخص برؤية المسارات التي سارة من خلالها في الموقع الإلكتروني ورؤية هيكلية الموقع الإلكتروني أمامه فيمكنه مثلا إذا ضاع في هذا الموقع يمكنه النقر على أي محطة ويمكنه الرجوع الخلف مما يزيد وقت الشخص أو الزائر على الموقع الإلكتروني وهذا شيء جيد ويمنعه من العدول عن الموقع والذهب إلى مكان آخر وهذا شيء يفيد السيو طبعا الآن سأريكم الموضوع مباشرة ولكن كيف يمكننا أن نفعل بريد كرامز؟ في بعض القوالب تكون مفاعلة للتو ولكن إذ لم يكن مفاعلة في القالب الخاص بك فهناك مقالة يمكنك الذهاب إلى بريد كرامز هنا وفي أدنى الصفحة هناك مقالة هنا إذا قمنا بزيارتها فها هي ويقول لي هناك كود معين في هذه المقالة ها هو إذا قمنا بنسخ هذا الكود ويمكننا وضعه في مكان معين مثلا في القالب فمثلا إذا قمت بالذهاب إلى مظهر ومحرر وبعد ذلك قمت بالذهاب إلى ملف header.php أو ملف ترويسة القالب ها هو هنا ملف ترويسة القالب وفي أدنى هذا الملف قمت بالذهاب إلى أدنى هذا الملف وقمت بإضافة الكود الذي قمت بنسخه قبل قليل من ذلك الموقع أو تلك المقالة وتحديث الملف الآن إذا قمت بالعودة إلى search appearance في إضافة just.co وقمت بتفعيله enabled أي تفعيل فتاة الخبز أو أثر التعقب طبعا أنا أحب تسميته أثر التعقب فتاة الخبز ليست تسمية جيدة بالنسبة للغاية العربية هذا رأيي الخاص فالآن يقول لي سأترك كل شيء كما هو وأقوم بالنقر على save changes الآن إذا قمت بزيارة الموقع فإذا ها هو الموقع وقمت بالذهاب تلاحظ هنا في الموقع قال لي أنا الآن في home أو الصوحة الرئيسية إذا قمت تذهب إلى المدونة فيقول لي الصوحة الرئيسية ثم هذا الفاصل كما ترون هذا الفاصل وثم المدونة طبعا هذا أثر التعقب أني كنت قبل قليل في الصوحة الرئيسية الآن من الصوحة الرئيسية ذهبت إلى المدونة إذا ذهبت إلى مقالة صوت على سبيل المثال سيقول لي الآن أنت في الصوحة الرئيسية وثم الفاصل هذا الآن كنت قبل المدونة وثم الآن أنت في مقالة اسمها الصوت فإذا أردت الرجوع إلى المدونة فسأقوم بنقل على ذلك فكأنني أتتبع أثر الزائر في زيارة الصفحة موجود لدي فيمكنه الرجوع إلى الخلف والنقل على صفحات تم زيارتها من قبل وهذا يساعد الزائر على تصفح الموقع وفهم هيكلية الموقع وزيادة وقته على الصفحة إذا قمت بالعودة هنا فإلى أعدادات بريد كرامت هناك الفاصل الذي قلت لكم عنه قبل قليل يمكنكم تغيير هذا الفاصل فمثلا يمكن وضعه مثلا كهكذا فإذا قمت بالذهاب وقمت حفظ التغييرات لنرى النتيجة فسأقوم بالتحديث الآن لاحظوا معي تغير هذا الرمز لهذا جيد فالآن إذا مثلا سأرى الاعدادات الأخرى مثلا ما اسم الصفحة الرئيسية مثلا الهوم هنا مكتوب هوم يمكنني تغييرها للصفحة الرئيسية أو الرئيسية مثلا ما للأرشيف فيمكنني تغييره مثلا الأرشيف صفحة البحث البحث أو نتائج البحث عن على سبيل المثال الصفحة الغير موجودة يمكنك تغييرها هنا مثلا الصفحة غير موجودة وثم هل تريد اظهار التصنيفات في أثر التعقب مثلا يمكنك النقر هنا هل تريد اظهار التصنيف الوسم ورية المقالة أو لا شيء فدعونا نقول تصنيف لنرى ما الذي سيحدث وSave Changes ثم سنعود إلى الصفحة الرئيسية ها هي وسأقوم بالتحديث لأرى ماذا سيحدث نلاحظ أن ظهرت الرئيسية هنا المدونة إذا أردت الرجوع الرئيسية يمكننا نقر هنا الآن أيضا إذا مثلا ذهبت إلى صفحة اتصال لن يظهر أي شيء ولكن مثلا إذا ذهبت إلى المدونة ظهر لي أن الرئيسية المدونة إذا ذهبت إلى مقالة صوت لاحظوا معي ظهر تصنيف غير مصنف هنا لأن بكل بساطة قمت بتحديد هنا مقالات التصنيف إذا أردت مثلا إظهار لا شيء فيمكنني لا أريد إظهار التصنيف فيمكنني اختيار لا وتحديث سيختفي التصنيف الآن وهذا فقط طبعا ربما تريد إظهار التصنيف لكي يرى الشخص المقالات المقالات ذو تصنيف واحد مثلا هو مهتم بتصنيف معين فيمكنه زيارة هذا التصنيف إذا وضعتم التصنيف ضمن فتاة أو دعوني أقول أثر التعقب فإذا هذا بالنسبة لأثر التعقب أو بريت كرامز أتمنى أن هذا الشرح كان مفيد وأعتذر عن الصوت لأنه هو وقت الإنفلونزا الآن وبالتالي ربما الصوت لا يبدو واضحا كثيرا فهذا فقط لهذا الفيديو في الفيديوهات القادمة سأتحدث عن ربما أو شيء آخر لا أعرف فسأقرر فيه الفيديو القادم وتابع هذه السلسلة لم تنتهي حول إضافة Yoast SEO وكيفية تحسين أداء موقع WordPress في محرك البحث